طيب حتكلم على الكابتن حسام حسن بس قبل ما اتكلم على تعيين الكابتن حسام حسن والقرار ده ورأيك في ايه انا في المقدمة اتكلمت على ان كان او بيحصل عندنا هنا في مصر للأسف الشديد ان بعض المدربين بيتمنوا ان المنتخب ما يكسبش ما ايه؟ ما يكسبش انا بعني الكلمة بعض المدربين بيبقوا عايزين ان هم ياخدوا الفرصة فقولك سيدي المنتخب كيسه ما يكسبش مش فرقة معي مش بقلبه مع المنتخب وانا اللي خلينا نتكلم في الموضوع ده ما شفت صور دروكبة مبارح وفرحته كبير رغم ان او محققش بطولة او مفراقية قبل كده مع كوديفورل لكن كان قلبه على منتخب بلده وكان نفسه ان الجيل اللي موجود ده يعمل حاجة هو ما عملهاش احنا عندنا البعض البعض هنا في مصر دائما يقولك انا ما حققش البطولة دي فريد دول كمان ما حققش عشان ما حققش انا بس او انا منتظر فرصة ان انا امسك منتخب مصر دي موجود وانا عارف ان بقول ايه كويس جد دي كارسة اه كارسة حستها قبل كده كابتن طلعت انا بقولها مبنية على بعض الشواهد بالنسبة لانا حستها لكن ما قدرش المسها ما قدرش اجزم ان ده موجود عند سين لكن ممكن وهو بيتكلم استشعر عدم رغبته بلاش اقول تمني ايوه يعني عدم رغبته في اننا تحقق شيء كويس ممكن استشعر انها عشان اكون اكتر يعني مرونة اه ما تفرقش بها ايوه او ما ناخدش الموضوع مش فارق قوي اه لكن انت كمصري وطني منتمي للبلد دي اه زي ما قلت انت بارح انت بتقول شفت درجبة انا شفته هو في المدرج بعد ما جابه الجون التاني والاولاني يعني فرحة هستيرية طبعا لا اراضية تحسسك قد ايه هو جدوره ايوه موجودة في كوتفوار ايوه فانت لا تملك كمصري غير ان انت تبقى افضل منه في مشاعرك تجاه البلد وتجاه المنتخب طبعا غير كده مش عايز اقول لفظ مش كويس انما الامور ممكن توصل لمرحلة الخيانة الخيانة ممكن توصل لك وانت لما بتحبش الخير للبلد والمنتخب في المجال اللي انت بتنتمي اليه لا ده شيء غير مقبول ومرفوض تماما خلينا اقولك ان في بعض الاعلامين كمان البعض يعني او بعض المحسوبين على منظومة الاعلامية الرياضية في مصر ممكن يستنوا اي تعصر لمنتخب عشان يطلعوا يقطعوا في اتحادك وورا يقطعوا في المدرب عشان يكون فيه محتوى مختلف بالشكل معين تمام انا صريح جدا اه انا صريح جدا فيقولك ايه منتخب لو خسر النهاردة طب سأللي بقى الفرصة دي انا هطلع اقول واعمل وكذا وزعق وصوت وكلام من ده فما يبقاش القلب على المنتخب اه بشوف ان كل الحاجات اللي زي دي بتؤدي للي احنا وصل نار دي حقيقة النواية مثل تتنطلع عدم الصفاء اكيد يعني الدليل دي لها دور اكيد اكيد لها دور بس هرجع تاني واقول انه اتحاد الكورة عليه دور كبير جدا في ان الكلام ده يعني يتمسح ان الكلام ده ببقاش موجود عليه دور في التنظيم الجيد في الادارة الجيدة في الادارة العلمية عليه دور في حاجات كتيرة يعني بص في الاندية انا دايما لما باسأل بقول انه الادارة جوه اي نادي انا توليت مسؤوليته او اي مدرب يتولى مسؤوليته جوه نادي بتمثل ستين سبعين في المئة من النجاح الادارة الادارة طبعا لو انت معاك احسن فرقة في المسابقة ومعاك كل الامكانيات الفنية اللي تسمح لك انك تحقق وفي ادارة مش وعية مش مدركة مش منظمة فتأكد ان الفشل قادم قادم يعني انا بقولش ان اتحاد الكورة فاشل انما هو محتاج لانه يهتم اكتر محتاج انه يتعمق اكتر في بعض الامور او في كثير من الامور طب البعض بيتهم الكابتن حزمام انه هو سبب من اسباب فشل المنتخب هل بتتطفق مع الكلام ده ولا مش شرط يكون اكتر في حزمام بما انه مشرف على المنتخب بص هو اكيد بحكم قربه من المنتخب بحكم زعله في فترة من الفترات لانه ما كانش ليدور في انتقاء المدير الفني انا فاكر كان حصل موقف كده وابتعت شوية عن المجلس ولما رجع رجع بصلاحيات يعني حب انه يتصالح هو اللي اختار فيتوري الجزء ده مخليه اونسبوت شوية مخلي حازم اونسبوت شوية بس انا مش مع الفكر ده خالص لانه حازم لما اختار ما ضربش مجلس ادارة نادي الاتحاد كورتر قدم على اديع عشان يوافق على القرار فالقرار اذا كان هناك قرار مش في الاتجاه الصحيح فهي مسؤولية مجلس ادارة الاتحاد بالكامل اول رئيس الاتحاد الى اصغر واحد مسؤولية كاملة الكل مسؤول ده اذا كان هناك اذا كان هناك قرار خاطئ في التعاقد مع فيتوريا القرار كان خاطئ ولا صحيح؟ بس القرار كان الخطأ اللي غلط فيه بنود التعاقد بنود التعاقد يعني مدة الاربع سنين دي كانت غلط؟ لا لا بنود التعاقد ان انت لازم تقول لنفسك انت عمشت فيتوريا امتى؟ في نص البطولة صح مش كده؟ اه دي اول بطولة خرجنا اول بطولة ياخدها يشارك يشارك في العقد ان انا لو خرجت من دور الستاشر يحق لي فسخ التعاقد دون الالتزام بسداد الشرط الجزائي مثلا يبقى العقد مفتوخ تلقائيا بس او مفكرش بدي او حط انه بعد لو خرجت من الادوار التامدية في البطولة ان انا ادفع بدل مدفع ثلاث شهر مثلا صح صح انما انت ما تصورتش ان ده ممكن يحصل ودي مسئولية مجلس لا لازم تتصور وتحط بلان و لكل ما هو ممكن يحصل دي مسئولية مجلس ادارة يعني فكرة كون ان انا اختار بقى فيتوريا او مختروش ايوة ما اقدرش انا احكم على فيتوريا من خلال ادقه في البطولة حتى لو مضربتوا منتخباته قبل كده مش 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 شرط مش شرط لا مش شرط لكن انا حكمت عليه في البطولة تمام انا لو عضو مجلس ادارة في الاتحاد لا احكم عليه من حاجات من خلال تاريخه بقى نفو السابق اللي انا معرفوش نفو انا شخصيا معرفوش اوك